موسيقى مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم قبت لكم وصفة حاجة جدا روعة مع هذه الأقواء والأمطار نحن محتقين ايش بليلة بل بلوكي وبتاكلوا ألد بليلة يلا خلونا نبدأ بالمقادر طريقة التحضير شوفوا هنا عندي حمص طبعا اني اللي اخدته هذا الحمص وسط مش صغير كتير الآن بنقعه بغسله اكتر من مرة يعني مرتين ثلاثة وبنقعه تقريبا سبع ساعات اه 8 ساعات اكتر شي 12 ساعة خلال 12 ساعة بكون اغير الماء كل 3 ساعات كل ساعتين بغير الماء طبعا هنا شوفوا انا بعد تغيير الماء المرة الثانية ضفت له شرائح خيار وليمون قلوكم نعم الشرائح الليمون والخيار اي يقللوا اللي فيهم قولون من آلام القولون والانتفاخات قلنا ما نقرب بنحط شرائح خيار وشرائح ليمون الآن خلاص بصفي من الماء وبدأ اضغطه طبعا انا استخدمت قدر الضغط الكهربائي انتم اذا عندكم قدر عادي استخدموه الآن بضيف له ماء ساخن طبعا قدر الضغط الكهربائي ياخد 40 دقيقة لكن شوفوا اذا بتعملوا بالقدر العادي قدر الضغط العادي بياخد 45 دقيقة زيادة 5 دقائق شوفوا انا ضبطوا على البقوليات ويطلع لي ما شاء الله يقنن شوفوا كيف اني الآن حطيت الماء الساخن واضغطه ولا اضيف له اي حاجة لا بكربورنات ولا شي الآن بجهز اهم حاجة وهي السلطة اللي تتقدم او تنحط على البليلة عندي شوفوا قزر طبعا حاباني اقول لكم كده انتم لما تنظفوا القزر وتقطعوا الخضار حاولوا انكم يكون كيس تحتكم تمام او زي ما نقوله بلاستيك باك يعني بحيث انه يتسهل ويكون المطبخ عندكم نظيف خلاص على طول تاخدوا الكيس ترمو في القمامة هنا عندي قزر وعندي حبة خيار وبثروس اللي هو الشمندر تمام قشروا كده تمام والآن تعالوا نبشر كل الخضار هذي منبشره القزر والخيار والشمندر البعض شوفوا قطعوا مكعابات صغيرة محبوش مبشور اني متى قطعوا مكعابات صغيرة اذا بخلله بخلي يعني يوم كامل لكن لاني بستخدمه بنفس اليوم ابشره كل شي ناعم القزر والخيار والشمندر كله ابشره بشكل ناعم يعني بالمبشرة هذي واذا انتم شو تقطعوا مكعابات تحبو انه كده في بقر شعار يقطعوا مكعابات صغيرة شوفوا بعد ما برشته كامل اخلطوه تمام مع بعض طبعا اني حطيته في هذا الجق الصغير ممكن انتم تعملوا في اي علبة زقاق هذا يقلس حتى يقلس اسبوع ما يتغيرش يعني نحفظ لانه ذا المخلل نعمله خلاص الان اضيف بالجق طبعا تقدروا تستغنوا عن الشمندر بس الشمندر يعطيه طعم حلو الان باضيف كمية نصف كوب من الخل ونصف كوب كمان من الماء الساخن ماء مغلي لازم يكون الخل والماء نفس الكمية واضيف كمان كمون مطحون تقريبا ضفت ملعقة صغيرة وملعقة صغيرة من الملح كمان بقولكم انتم دوقوا ممكن تزودوا خل ممكن تزودوا ماء واهم مكون والسر اللي يعطيها طعم حلو هو التشات مسالة هذا يعني بهار هندي انحط على الحموص على العتار على اشياء الصلاطات الصلاطات كمان اللي فيها بقوليات يعطي طعم رهيب قربوا انا اللي يدوق اللي عندي البليلة كلهم يستغربوا يقولوا ايش الطعم الحلو وهو صراحة من التشات مسالة انا حبيت ان يعطيكم هذا السر الحلو اذا شفتوا التشات مسالة بتشوفوا باخر فيديو بنزلكم من فين اخدته تمام من فين ممكن تلاقوه طبعا هنا انا حولتوا لازبدية او مطيبة عشان اعدل ما قداش احركه بالجاق الصغير عدلت طبعا زيت خل زيت ماء ساخن زيت كمون زيت ملح على حسب الطعم عرفتوا انتم بس اول حاجة اوزنوا انه الخل والماء الساخن نفس الكمية ما شاء الله تكون الان جاهزة كل ما جلست هذه الخلطة كل ما طلعت احلى واحلى هذه الخلطة يفضل ان تجاهزوها اقل شي قبل بساعتين او ممكن عادي بس يكون احسن هنا ما شاء الله جاهز قدرت ضغط طفيته ونخصته وشوفوا ما شاء الله كيف الحمص يفتح النفس ما شاء الله شوفوا لونه كل شي حلو فيه لا فيه لو ملح ولا فيه لو كده اضغطوا على ماء ساخن فقط شوفوا كيف يفتح النفس وطري شوفوا كيف طري شوفوا كيف تنهرس قالت لكم قدر الضغط الكهربائي بياخد على البقوليات 40 دقيقة والقدر العادي الضغط بياخد 45 دقيقة وخلاص تحسبونا من على ما تسمعوا الصفارة وهنا شوفوا هذي اكواب طالعة ترند قيمته 5 ريال بتطلقوه بالكماليات فاني حبيته واخدته وقدت بكون اقدم فيها البليلة قدمت فيها البليلة شكلي الصراحة روعة شوفوا ما شاء الله كيف البليلة بليلة بلبلوكي اليوم اني ابو غالب اليوم اشه اسمه الباب الحارة بس قدر لذيذة مع هذي الأقواء صراحة تشبع البليلة وطعمه لذيذ اكيد فيه كتير يحب البليلة ودايما يبوعوني كده على البحر ودي الأماكن كده يا السلام وهنا شوفوا الخلطة كيف اول شي كده تاخدوا من القزر قزر ايش ياهودا قصدي من الخلطة حق المخلل هذي اللي عملناها كده تاخدوا كم يوم ممكن خلاص يعني ما تعملوهاش بالتقديم تخلوه على قنب اللي حاب يضيف يضيف عرفتو وكده تاخدوه من الماء تبع المخلل يا السلام هو الطعم في الماء حق المخلل حاجة روعة كده مع رشة كمون تزودو يعني يكون معاكم تقبوه مرش في بو كمون وفي بالخلطة هذي تشت مسالة اللي حاب يزيد يروش كده تحطوه الشطة بعلب كده صغيرا الآن العلب أشكال ونوع هذي حق الصوصات واللي حاب كده يحط كل واحد شطة تبعه يا السلام تقدروا طبعا تعملوا بأكواب الله يعني دي الأكواب السفري ايش نسميها الكرتونية يعني روعة روعة تاخدوها معاكم الشالة تاخدوها استراحة يعني رايحين مخيم الآن مع الآن يطلعوا كتير مخيمات فكده يعني حلوة ودافية ودفي كده روعة روعة طعمه كمان بقولوكم على البليلة البلي قصدي الحمص الحمص بعد إذا بقى زيادة معاكم يعني كتير عادي يقصموه بأكياس وحطوه بالفريزر هو الماء تبعه ووقت ما تحبوه طلعوه خلوه يفك كده من التلق بعدين سخنوه على النار وعادي تقدروا تاكلوه وتعملوا بس هذا المخلل وعادي تقدموه وتاكلوه ونفس هذا الحمص تقدروا كمان تفرزنوه وهم فرزان بعدين تطحنوه تعملو حمص عادي حمص مع الفول وطريقة الحمص والفول موجودة طريقته والله وهنا رحت نستو وقلت إيش رويكم تشت مسالة البهارات طبعا أني أخدوه من نستو أخدوه من اللولو أخدوه من السبا ماركت المدينة السبا ماركتات اللي فيها حاجات هنود أو فيها أشياء هندية أكثر عرفتوا دايما انتلاقوه وكمان إيش أخد أخد كمان مثل أحب كمان هو بهارات الفلفل الكشميري أخد التكة التندوري بهار البورياني هذه الأشياء اللي أخده من السبا ماركتات الهنود يعني زي النستو واللولو وهذا شفت اسمه رسام أو سام مش عارفة هو سوب حق المرق مش عارفة هو حق إيش اللي يعارف هذا إيش اكتب لي في التعليقات وهنا حاسبت طبعا ورقعت للبيت قهويت ومخمخت كده شوية عشان كان ورايا تصوير وصفة وبس والله إذا عقبكم الفيديو رس ننسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنت صحيح منكم ترجمة نانسي قنقر